وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني ومؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب بروتوكولاً لتفعيل تبادل البيانات حول مؤشرات تتبع الحماية الاجتماعية وقد تم توقيع الاتفاقية الإيطار بمجيب مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبية بهدف مواكبة وضع منظومة لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية وستتم في مرحلة أولى بلورة مجموعتنا من المؤشرات التركيبية الخاصة برصد وتتبع أربعة مخاطر الشماعية تتعلق بالشيخوخة والتأمين عن المرض وحوادث الشغل والتعويض عن فقدان الشغل كما ستمكن الاتفاقية من وضع تصور لقيادة منظومة لرصد وتتبع مما سيساهم في تعزيز العلاقات بين الفاعلين في هذا المجال وقد عقدت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المشروع سلسلة الشماعات ثنائية بين المرصد الوطني لسوق الشغل ومديرية الحماية الاجتماعية للعمال من جهة وممثل مؤسسات الحماية الاجتماعية على حدة من جهة أخرى